السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم أخوان الكرام على قناة مبايرب سيربس أخوكم طالق دروش بحييكم اتمنى لكم مشاهدة ممتعة رجعنا اليوم لنحكي بشباية التفاصيل رح تكون بداية ومدخل جميل إلنا لكتير مواضيع رح تكون سلسلة متتابعة بنفس الموضوع رح نبدأ مع بعض إن شاء الله ورح يكون مدخل لدراسة وشرح دارة الإضاءة مع دارة البيانات بشكل عام على الجهاز طبعا بالفترة الأخيرة برجع بذكر كتير كان تفاعل رائع كان يعني غير متوقع بصراحة وأنا كتير فخور بكل بكمل زيارات وكمل التعليقات اللي كانت لأنه مثل ما قلت لكم هي فعلا محفز ومحفز قوي جدا لإلي أني أكون معاكم بشكل دائم وأحاول أعطيكم كل اللي أنا بقدر أعطيكم إياه المعلومات المتوفرة عندي اللي بتساعدكم على بناء المسار الخاص فيكم في العمل وبنفس الوقت تركيز منهج الصيانة ومنهج ومبدأ العمل بشكل عام اليوم إن شاء الله رح نحكي عن شغلة جديدة نوعا ما ممكن تكون فيه خلافات كتير عليها لكن رح نفوتها بمبدأ علمي بحيث أنه نترك أي خلافات أو معتقدات متوارثة عن طريق الأشخاص رح ناخدها بناحية علمية ونفهمها بشكل دقيق لحتى تصير بالنسبة أنه دليل ثابت على معاني هذا الموضوع رح نتناول اليوم دراسة أنواع الشاشات في أجهزة الآيفون طبعا دراسة أنواع الشاشات ما هي مجرد حديث عام يعني ما هو وقت فاضي أنا لقيته عندي لأجيت حتت وأحكي فيه عن الشاشات لأنه لما نفهم مبدأ عمل الشاشات رح ياخدنا بشكل مباشر على أنه نفهم مبدأ عمل الآيفون اللي رح يقوم باستخدام هاي الشاشة فأنت لما بتبدأ فهم هاي المصطلحات والفروقات وشو الفروقات بين هاي الشاشات رح تعرف بالضبط أنه نحن عن شو عم نحكي وشو الموضوع اللي مطلوب منك كثني أنك تركز عليه نرجع منذكركم دائما والاشتراك بالقناة ولا تنسوا تفعيل الزر الجرس لحتى وصلكم كل جديد على القناة ودائما مساحة التعليقات متاحة لكل الأخوة اللي حابين يراسلونا أو يبعطونا أي تفاصيل بكافة الأحوال تذكروا مرة تانية أنه نحن ننتظر منكم مواضيع تنحط للتعليقات لحتى ناخدها على محمل الجد وناخدها وندرسها بشكل كامل لنعمل منها مواضيع مسجلة ونقدم لكم إياها محاضرتنا اليوم الفرق بين الشاشات LCD وال OLED أو AMOLED بالإضافة للمواضيع التانية رح تلاقوها جيدة وجديدة وهي رح تكون مدخل إلنا لما ننفوت ندرس دارة الإضاءة ودارة البيانات بجهاز الآيفون فنبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن سمعنا كتير مصطلحات بعالم الآيفون وسمعنا كتير معلومات نفهمها بشكل عام وبتمر علينا مرور الكرام لكن نحن اليوم رح نشوف شو هالأمور اللي نحن منشوفها دائما شو معنات هاي المصطلحات رح نمرق على مواضيع مثل LCD LED OLED AMOLED وال OLED Super Retina XDR وين موجودين هدول الشاشات؟ كيف بيشتغلوا؟ كيف مبدأ أعمال هن؟ طبعا أول شيء لنفهم شو معنات هادا الكلام LCD معروف عنها انها هي Liquid Crystal Display واللي هي بتستخدم مادة سائلة موجودة بين طبقات LCD طبقات الشاشة وهي بتتعرض لتيارات كهربائية محددة فمن خلالها نحن منشوف شكل اللي بدنا نقرأه على الشاشة طبعا هادا موجود على الأجهز القديمة وأجهز مثل الافو ميتر على سبيلين المسال الديسبلي تابعه هاي بتكون النوعيات القديمة بتكون نوع LCD هاي الشاشة نوعا ما كانت قديمة ويعني شبه زالت من الماركت بشكل عام استعوض عنا عن شاشات الديجيتال اللي نحن منشوفها هلأ واللي هي شاشات الديجيتال اللي هي معناتها Light Emulating Diode واللي هو عبارة عن الدارات اللي بتستخدم نظام الديجيتال الباعث للضوء لحتى تقوم بإضاءة البيانات بخلفيتها وتبدأ العمل عليها طبعا دارات أو شاشات الديجيتال اللي بتتميز انه بتحتاج لطاقة كهربائية عالية لحتى تتشغل وتشتغل بشكل كامل ورح نفهمها هلأ ونفهم طبيعة عملها بيجي عندي الأوليد الأوليد هو عبارة عن شاشات جديدة هاي الشاشات الجديدة انقسمت لأوليد أو إيموليد تقريبا نفس المصطلح لكن مركز نوعا ما الأوليد هو أورغانيك ليد أو أورغانيك لايت ولي هو اللي يعتبر الديجيت العضوي أنه الباعث للضوء العضوي اللي هو الأورغانيك المقصود في أي عنصر إلكتروني مصنوع من مادة الكربون فأحد طبقات هاي الشاشة موجود فيها الكربون كمادة أساسية في عمل الدارة وعمل الشاشة الأوليد هي نفس فئة الأوليد نفسها تماما لكن بيفرق عنها بشغلة واحدة أنه هي Active Matrix Organic Light Emulated Diode والأكتف ماتريكس هي عبارة عن اختلاف بنوعية الطبقات اجت فيها نسبة الريزيولوشن اللي هي الدقة عالية عن الأوليد العادي وفي عنا الأوليد Super Retina XDR الـ XDR رح نشرحها هلأ إن شاء الله رح نمر عليها ونشرحها بشكل كامل ونفهم تفاصيلها بوضوح وبنعرف بالضبط بكل جهاز وين موجود عندي هاي العناصر الرئيسية فخلينا نروح ونفهم لشو هدول موجودين وشو ميزاتهم الليد هو الصمام بثناء الباعث للضوء مثل ما شايفين هو عبارة عن ديودات اللي نحن نستخدمها بالحالة الطبيعية اللي بتعطيه اللي بتألف من كاثد وأنود بتعرض لتيار كهربائي محدد والناتج تبعه بيكون في مادة فسفورية بتشعل وتعطي الضوء وهذا الضوء بنعكس لإلك طبعا هذا النوع من أنواع الشاشات بيستخدم إضاءة خلفية يعني الشاشة بيكون عليها البيانات بتظهر عليها البيانات بسبب توزع الإلكترونات على الشاشة فبتظهر البيانات على الشاشة لكن ما بتظهر مقرؤة إلك بشكل مباشر مش رح تقدر تميز ألوانها رح تكون بالأبيض والأسود لحتى تعطيها الألوان لازم تعطيها إضاءة فبيكون في على الشاشة دايودات بتشعل وهاي الديودات هي اللي بتشغل إضاءة الشاشة وغالبا ما منشوف أحيانا أنه بيصير فيها أعطال فشاشة بتصير مثلا من زاوية العلبة اليمينية أو اليسار بتصير سوداء أو من الأسفل أو بتكون ألوانها مخربطة هذا بسبب أنه في عندي مشاكل في نظام الإضاءة واللي بيخلي هذا الموضوع يكون شغال بشكل فعال طبعا أنا في عندي هون مناطق الإضاءة بس خليني أنقل الصورة شوي على جنب مشان تشوفوا بشكل أدق مناطق الإضاءة مثل ما بنعرف أنه بشاشات اللد الأديمة بتحتوي على مناطق إضاءة محددة فهي الإضاءة ممكن تسبب عدم دقة بأجزاء من الشاشة وأحيانا بتكون تاخد اللون الرمادي أكتر من الألوان المعروفة وبالإضافة فيه بيكون عندي على مشاكل بسيطة في موضوع السطوع أو بموضوع الدقة لكن هذا الموضوع اختلف معنا لما انتقلنا للمرحلة الثانية هي مرحلة أنه يكون في عندي مثلا دقة أفضل ومثل ما رح نشوف هلأ بنوعية الشاشات الثانية اللي رح ندخل عليها إلها مزايا هاي الشاشات إنه كفاءة في استهلاك الطاقة عملية استهلاك الطاقة تبعها بتكون نوعا ما ثابتة فبالتالي بتكون محدد بالضبط قديش عملية استهلاك الطاقة إلها طبعا تتميز إنه فيها كتير أحجام وفيها نقاط سعر مختلفين لعن المقصد فيها أنه ممكن تاخد أشكال هاي الشاشات بأنواع عدة فممكن يكون كبير وممكن يكون صغير وممكن تألف من قطع كبيرة وقطع صغيرة أو شاشات نحيفة أو شاشات عريضة فإلها كتير ميزات ممكن تتميز فيها شاشات الليد بس إلها عيوب إلها عيوب اللي هي إنه مستويات السواد تبعها قليل يعني دقة الشاشة بالألوان مثل ما بنعرف في عنا الألوان الرئيسية بالإضافة للأسود الأسود هو إنعدام الضوء لكن طالما في عندي باك لايت طالما في إضاءة خلفية ففي عندي تسريب للضوء على أطراف الشاشة وبالتالي أنا بضطر دائما يكون عندي الضوء الأسود غير دقيق مية في المية فبيطلع عندي الضوء الأسود باهت مش حقيقي وبالإضافة إنه ما عندها دقة قد ما كانت دقة الشاشة لليد بيظل دقتها كتير خفيفة مقابل دقة الأو إل دي هاي بالنسبة للشاشة الليد اللي نحنا منتعامل معها أو اللي منعرف عنها المعلومات البسيطة أما خلينا نروح نشوف الأوليد الأوليد مختلف تماماً عن هذا الموضوع ومثل ما ذكرنا هو الأورغانيك لايت اميدت دايود هو الصممات العضوية الباعثة للضوء أول شغله اللي بيفرق عن الليد إنه هي الإشعاع الذاتي كل بيكسل موجود على الشاشة في شاشة الأوليد طبعاً هو مصباح بحد ذاته مش مثل الليد القديم إنه أنت لازم تضوي الشاشة كاملة فهذا الموضوع بيعتمد على إنه بيصير عندي تغيير بألوان البكسلات وبالتالي كل بيكسل من هاي الشاشة هو ضوي حد ذاته قائم بفعله فبهالحالة نحن هون منلغي فكرة إنه عندي باكلايت هلأ فهمنا إنه لما بديكون عندي شاشة ليد معناته حقيقة أنا عندي دارة باكلايت لكن لما بديكون عندي شاشة أوليد معناته أنا ما عندي باكلايت فهون اختلف فكرة وجود دارة الإضاءة عن عدم وجود دارة الإضاءة هلأ رح نصير نفهم إنه نحن بالأجهزة اللي فيها شاشة الليد معناته أنا في عندي دارة إضاءة أما في الشاشات اللي فيها الأوليد معناته أنا ما عندي شاشة إضاءة ما عندي دارة إضاءة لأنه البكسل نفسه هو مضاقة كل بيكسل بيشتغل لحاله بشكل مستقل في بالنسبة لموضوع السواد اللي ذكرنا مستوى السواد مثالي يعني اللون الأسود اللي موجود عندي في الدارة أو في الشاشة بيكون مثالي بشكل كتير كبير ليش؟ لأنه ما رح يتأثر بإضاءة اللدات المحيطة فالبكسل لما يكون منقطع عنه الضو ففعليا هو ما رح يبعث ضو نهائيا وبالتالي رح تكون المساحة حقيقة لونها أسود بعكس ما يكون عندي اللد اللي هو رح يصير فيه تسريب للضو ويدخل على المنطقة السوداء ورح يصير فيه عندي الأسود مش عاطي للون الصحيح أما بهذه الشاشة اللي هي الأولد رح يكون مستوى السواد نقي حقيقي مزاياها أول شيء في عنا جودة صورة استثنائية يعني رح تلاقي أن الصورة دقيقة جدا ألوان الصورة رائعة جدا بالإضافة بما أنه ما عندي دارة باك لايت فهي بتكون رقيقة وخفيفة الوزن لا تنسوا اللد إلو وزن وإلو ما سماكة وهي السماكة مهما كانت نحيفة بتظل سماكة يعني أنت ما بتقدر تقارن قد ما قارنت سماكة اللد على الأولد ما في مقارنة يعني تقريبا كل ثلاث شاشات أولد ممكن تطلع شاشة اللد فكتير بالسماكة فهذا الموضوع يعني غريب جدا بالنسبة للشاشة بحال ذاتها الشغلة الجديدة اللي فيها أنه قابل الإنحناء يعني في عنا الشاشات المحنية مثل شاشات السامسونج مثلا بتلاقي أنه محنية من الأطراف وبالتالي نحنا بنعرف بها الحالة أنه هاي الشاشة نظام أولد ليش؟ لأنه شاشة اللد ما بتقدر تحنيها بينما الأولد ممكن تنحنى معنا إلها عيوب تكلفة الشاشة أعلى بكتير من تكلفة اللد شاشة الأولد أغلى من شاشة اللد وهذا حقيقة بحكم أنه هي تكنولوجيا متقدمة وبالتالي التعامل معها رح يكون بسعر أغلى لكن فيها شغلة تانية أنه عمرها محدود رغم أنه قد ما فيها تحسينات ووجدت فيها إمكانيات أقوى من ما كنا نشوفها بشاشات اللد لكن أنه عمرها محدود عن الشيء اللي نحن بنعرفه وهذا الشيء بيخلي الشاشة تعرض لأعطال سريعة وهذا الشيء لاحظناه كتير بشاشات الجديدة لأن الشاشة شغالة فجأة فصلت من ولا شيء بينما شاشات اللد أعطالها مختلفة يعني ممكن العطل تبعها يكون نصفي إذا صار فيه مشكلة بالشاشة حتى لو صار مشكلة بالبيانات تصبح تقدر تحدد إذا هو بيانات ولا عطل لأنه على الأقل أنت فيك تشوف المنموم الأب اللوغو لما بيقلع الجهاز رغم أنه ما فيه إضاءة واضحة لكن باللد الوضع مختلف تماما يكون في عندي أحيانا عدم رؤية الجهاز أنه شغال لكن هو شغال فغياب اللد ممكن يسبب عندي أنه ممكن يكون يسبب مشكلة فعمر الشاشات بالنسبة للمقارنة هي شوي محدود منيجي على مصطلح OLED Super Retina XDR طبعا هي هاي الشاشة شوي غريبة بفكرة العمل فيها Super Retina XDR هو نوع من أنواع شاشات أبل مع نطاق ديناميكي متطور هذا النطاق الديناميكي المتطور بيعطي صلاحية للشاشة أنه تكون إمكانية الريزولوشن فيها عالية جدا 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 وهذا الشي راح تلاقيه كتير موجود بأجهزة الهاتف مثل الآيفون 11 برو 11 برو ماكس بعام 2019 طبعا بكتير فترة كان موجود قبل ما تظهر عندي Super Retina XDR كانت بتستخدم شاشات اسمها Super Retina العادية ويمكن عثور عليها هاي في شاشات الآيفون X والXS والXS Max هي من نظام AMOLED لكن بميزة Super Retina وليست Super Retina XDR أما هاي الشاشات تتميز بمجموعة تميزات جميلة جدا أول شي تتميز بنطاق ديناميكي عالي وسطوع مرتفع يعني شكل الإضاءة فيها بيكون عالي جدا وأنا للأسف بدي أرجع أنت إلا أخذ على زاوية تانية مش هان تقدروا تشوفوا الصورة بشكل أفضل تظن نقط من يمين الشاشة لاش معل الشاشة؟ معلش طولة بالكن علي مثل ما شايفين هون أول شي الشاشات تتميز بنطاق ديناميكي عالي وسطوع مرتفع مثل ما حكينا لأنه بتتميز بتقنية HDR اللي هي High Dynamic Range فبالتالي في إمكانية نشوف نحن مجموعة عالية جدا من الألوان ودقة عالية جدا من الألوان وهذا الشي يسمح بعرض الألوان أكثر بأكثر وضوح طبعا وخصوصا في تفاصيل محددة في الصورة أحيانا نحن بحاجة أن تظهر دقتها بشكل عام وبأثناء مقاطع الفيديو لما بيكون في عندي سرعة بنقل الفيديو ومقاطع الفيديو فما بيصير عندي شاتات لوني فبتضل الوضع مختلف طبعا بيستخدم الشاشات الأولاد تكنولوجيا الصممات لأضوية البعث للضوء هذا ما اتفقنا عليه وهو أنه فهي بتستخدم نفس العنصر اللي هو أو العضوي اللي بموجود بشاشات الأولاد بشكل عام تتفوق شاشات طبع على التحديات التقليدية للأولاد بسطوعاتها العالية ودعمها للألوان الواسعة والدقة المذهلة يعني بمعنى آخر فيها عالي جدا وذكرنا هذا الشي أنه نحن كل ما زاد عدد البكسل في الشاشة كل ما زاد وضوحها أكتر لكن بنفس الوقت بتحتاج لعملية كنترول أعلى طبعا في بشاشة الأولاد عيب بسيط اللي هو أنه بعض التغييرات المرئية بتظهر على الشاشة مع الاستخدام الطويل يعني لما أنت بتنظر لهاي الميزة بتلاقي أنه كل ضوه بيطلع على الشاشة بيعمل شيء اسمه التحميد أو الحرق اللي هو أنه بترك بقعة خفية بسيطة جدا جدا على الشاشة طبعا حتى لو زلت الشاشة أحيانا مثلا بتطفي الجهاز بتظل في آثار لكتابة موجودة على هاي الشاشة طبعا هذا المشكلة موجودة بشاشات الأولاد لكن مع ظهور تقنية الـ XDR سيبر ريتينا الوضع اختلف تماما حتى تكون صار فيها يعني عملية التأثيرات للحرق أخف فبالتالي ما بترك بقعة بعد عملية النظر لها للشاشة بشكل مباشر يعني الشاشة اللي ما بتشغلها وبتطفية ما بتعطي أثر موجود وعلى فكرة يعني بعيدا عن الموضوع نوعا ما انتو بتعرفوا بكل جهاز كمبيوتر حتى في شاشات التلفزيون السمارت في شيء اسمه Screen Saver هي بسموها حافظة الشاشة واللي هي أحيانا هم تطلع طابة مدورة بتتحرك على الشاشة بشكل عشوائي أو ممكن تكون ألوان عشوائية عم تطلع باتجاهات مختلفة هذا ما محطوط على مجرد انها تسليك لا بما سبق كان في مشكلة بأجهزة الكمبيوتر بشكل عام انه الشاشة تبعها لما بتكون تارك الكتابة على الشاشة السطح المكتب الاعتيادي مع الايكونات أو مع الكتابة أو فاتح صفحة ووردو عم تكتب وجيت طفيت الكمبيوتر فبتلاقي انه حتى لو غيرت الشاشة حطيت فيلم مثلا رح تلاقي انه لسه فيه آثار بسيطة لبعض الكلمات من ملف اللي انت كنت شغال عليه السبب انه صارت عندي تقنية الحرق اللي نحن عن نحكي عنه أو التحميض انه هاي البكسل اللي كان موجود ما زال محافظ على المعلومات القديمة فلحتى يلغوا هذا الموضوع طلعت ميزة السكرين سيفر اللي هي انه طابة بلون محدد أو ألوان متعددة بتبدأ بالتحرك فبتجبر البكسل انه يغير ألوانه فبالتالي ما بيضل عندي البكسل محافظة عن النقطة الوحيدة اللي هو المحافظة عليها بشكل دائم هذا السبب أو هذا الشيء التغى في عملية سوبر ريتين اكس دي ار صار في امكانية انه نتجاوز هاي المشكلة الآن بالنظر لهذا الحديث السابق كله اللي ذكرناه رح نلاقي انه نحنا بشكل عام نرجع هيك نظرة سريعة منشوف شغلة بأجهزة الايفون انه متل ما شايفين نحنا عندنا مجموعة كبيرة من أجهزة الايفون تبدأ من ايفون تقريبا خلينا ننظر من الايفون العادة ل3G و3GS منلاحظ انه هذا الايفون بيعتمد تقنية LCD معلش انا رح انط مرة تانية على الزاوية رح نلاقي هون انه في عندي الايفون اربعة مثلا الايفون خمسة عم بيستخدم نظام LCD نظام LCD مثل ما حكينا هو باعتمد على الشاشة القديمة اللي فيها احيانا بيكون الاضاءة غير واضحة كتير الكتابة غير واضحة مع تطور الاجهزة وصلنا لحد ايفون تقريبا ستة واستمل نفس الموضوع LCD مع رتينا لد باك لايت لسا اطناعنا او باك لايت هذا اللي هو عمليا انه وجود دايودات حوالين الشاشة فانحنا متل ما شايفين استمر الموضوع معي حتى بوجود الايفون ستة اس وظل يستمر معي حتى ايفون تقريبا ثمانية لحد ايفون الثمانية انا موجود عندي الHD اللي هو رتينا هاي رزيولوشن ديفينيشن لد باك لايت LCD لكن بعد ايفون ثمانية بلاس طلع عندي الايفون اكس هون بدأ اختراع اول شاشة اوليد شاشة الاوليد متل ما حكينا هي اللي بتعتمد على اضاءة البيكسل نفسه وما بتعتمد على اضاءة البيانات يعني انه ما عندي دارة باك لايت فبيعتمد على اوليد واستمر الموضوع بالايفون اكس 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 ماكس يعني هدول الايفونات الثلاثة هدول الايفونات الثلاثة ما فيهن دارة باك لايت فانت فانت كشخص او كفني بهمك من الموضوع الاول اللي حكينا فيه انه بنوصل لنتيجة انه ايفون اكس ما في عندي اوليد ما في عندي دارة باك لايت هو دارة اوليد فباك لايت مش موجود نطلع شوية لفوق منلاقي عنا ال اكس ار عم بيعطيني LCD باك لايت LCD او LED باك لايت LCD المقصد فيها انه هاد نظام متطور من اجهزة الشاشات اللي بتعتمد على فمعناته في عندي دارة باك لايت بالايفون اكس ار في عندي دارة باك لايت بنكمل بالايفون احداش عفو بالايفون اكس ار تمام بالايفون اكس ار عندي ال LCD ايفون احداش ايفون 11 عندي دارة باكلايت ايفون 11 برو سوبر ريتينة HD OLED ما عندي دارة باكلايت هذا OLED هذا LCD نطلع لفوق شوي كمان منلاقي عندي ايفون 11 برو ماكس كمان OLED ما في دارة باكلايت SE 2 منلاقي فيه LCD معناته عندي دارة باكلايت نوصل لـ 12 الـ 12 هو XDR OLED معناته انا دخلت بالمرحلة اللي صار فيها تحسين لدارة الـ OLED بين تقنية الـ XDR وبالتالي ما في عندي باكلايت انا الشاشة بتعتمد على اضاءة كل بيكسل بنفسه نيجي لهون 12 نفس الشي OLED 13 OLED عفوا 12 برو 12 برو ماكس كل هاي مجموعة اتناش اتناش فاميلي كلها ياتا OLED منشوف عندي الـ SE الجنريشن الثالث كمان LCD فيه دارة باكلايت باقي ما تبقى رح نشوف هون مجموعة الـ OLED اللي موجود بايفون 13 اتطورت بالايفون 13 برو طلع عندي ميزة جديدة اللي هي اسمه برو موشن اللي هي محسنة زادوا عملية تحسين دقة البيانات فصار دقة البيانات اقوى مع اضاءة اقوى ورزولوشن اقوى مثل ما شايفين الارقام بتختلف بين الرقم الاول اللي هو الـ OLED العادي والرقم الثاني اللي زاد عليه 200 بيكسل في المساحة فهون صار عندي اختلاف بموضوع البيكسل بشكل صريح واستمرت هاي الميزة على ايفون 13 برو حتى الـ 14 الـ 14 صار لساته عندي نفس الميزة ايفون 14 لساته ما عندي باكلايت هذا اللي بيهمني انا مبدئيا افهمه كمان ما عندي باكلايت وهون كمان ما عندي باكلايت للايفون 14 حتى الايفون 15 ما فيه باكلايت فهون نفهمنا انه نحن بهاي المرحلة دارات الباكلايت ما عادة تتواجد عندي في الاجهزة اللي نحن شفناها سابقا وهذا الشيء منقدر نأكده من خلال النظر السريع على المخطط لنشوف بشكل عام ولحتى نفهم المخطط مثل ما حكينا بشكل دائم لازم نروح على الكنكترات الخاصة بالشاشة لنفهم بالضبط شو اللي عم بيصير معنا ووين بدنا نشتغل فمتل ما بنعرف انا فيه عندي المخطط الاساسي اللي فيه دارت الكنكترات الشاشة فانا بكل بساطة اذا ضغطت على اسم الكنكتر رح نشوف انه باسم الكنكتر هون على الشاشة عفوا بعد ازر على الكنكتر هون فينا نشوف انه احيانا بيكون فيه عندي كونكتر سليم هذا الكنكتر مثل ما شايفينه فملاحظ انه فيه عندي خطوط الديسبلي مثل ما شايفين عندي خطوط الديسبلي موجود وراي تماما مش رح تحرك رح ضل محلي رح اوسع لكم الشاشة شوي مشان تشوفوها بشكل اوضح مثل ما شايفين خط خطوط الكنكتر رح نروح عليها بالتفصيل ان شاء الله لما ندخل بالفصل التاني من هذا الفيديو رح نذكر بالتفاصيل هاي المعلومات وهاي الخطوط كيف نقرأها وين نروح وشو معناتها فاكيد انتو رح تتابعونا بالفيديو القادم مع المعلومات بشكل اضاق لكن مبدئيا رح نشوف انه انا في عندي ديسبلي باكلايت مذكور بي ال البي ال معناته باكلايت فملاحظين انه عندي كاثد واحد واثنين وثلاثة عفوا واحد واثنين فرح تلاقي انه في عندي خطوط خاصة بالاضاءة فهاي الخطوط معناتها انه عندي باكلايت وفعليا اذا بتروح على المخطط بتلاقي انه بعطيني اياها دارة باكلايت تقليدية فانا فيني اخد اي خط من هاي الخطوط وفيني اوصل مباشرة لدارة الباكلايت اللي نحنا شايفينا على كل حال نحنا هذا الموضوع رح ندرسه مثل ما حكنا بالفيديو القادم فاذا قارننا الايفون 11 مع 11 برو رح نلاقي بال11 برو ما عندي هاي الموضوع الميزة تبعي مش متوفرة باجهزة الايفون الايفون 11 برو فمتل ما شايفين نحنا هذا هو كوننكتر الشاشة فنحنا اذا نظرنا الى كوننكتر الشاشة بشكل دقيق مش هانا نشوف رح نلاقي عندي ما في عندي خطوط ما عندي كلمة نهائيا بملاحظ انه انا ما عندي نهائيا لكن انا في عندي خطوط كلها اسمها فهذا الفرق بينها وبين الكوننكترات الخاصة او الاجهزة الخاصة اللي فيها رح نلاقي انه في عندي دارة وفي اجهزة ما فيا دارة طبعا نحنا رح ناخد موضوع دارة ودارات اللي ما فيا ومنعرف من وين تاخد الفلطيات وكيف تاخد الفلطيات وكيف تتعامل معها ما رح اكتر معلومات اليوم رح تكون مختصرة بهذا الشكل حاول دائما اكون ضمن وقت محدد لحتى ما يصير ممل الفيديو لانه فيه معلومات مضارية كتير كبيرة على كل حال بتمنى ان المعلومات تكون وصلتكم بشكل كامل تذكروا تعليقات موجودة تحت ان شاء الله رح اعتمد على اسلوب جديد اللي هو انه نحن لما منحط فيديو ننبث فيديو وهذا الفيديو بيحكي مواد باقرب فرصة رح نعمل لايف واللايف رح نناقش في الاسئلة اللي بتيجي على مواضيع الفيديوهات اللي نحطت لحتى يكون مش مجرد فيديو نحط لا رح نعمل جلسة نناقش في المعلومات اللي نحطت بهذا الفيديو لنشوف انتو شو المشاكل اللي واجهتوها شو الخبرات اللي مرأت معاكن ومعانا كيف ممكن نتحاور بهذا المكان ونعمل شيء لطيف بحيث انه نعزز المعلومة عند الجميع وظل مرجعية لكم على القناة وعلى غير قناة ان شاء الله طبعا بتمنى ان تكون المعلومات الها فائدة عنكن وان شاء الله قريبا نرجع نلتقي بفيديو اخر تتم لهذا الفيديو اللي هو دارة الباكلايت او دارة البيانات بحسب اولوياتها الى ذلك الحين نتمنى لكم الخير والسلامة ونلتقي ان شاء الله مرة تانية قريبا مني ببعثكم تحياتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة